قال زعيم جبهة تحرير شعب تيجرايا في إثيوبيا ديبريتسيون جبرا ميكايل إن احتجاجات اندلعت في عاصمة الإقليم ميكيلي التي سيطرت عليها القوات الاتحادية قبل أيام في الحرب التي تشنها منذ ما يزيد على شهر يأتي ذلك مع انقطاع معظم أشكال الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم بعد الصراع المتنامي الذي أدى لمقتل الآلاف وفرار ما يزيد على 45 ألف لاجئ من أبناء الإقليم إلى السودان المجاور وفر زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجرايا الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات داخل الإقليم واضطروا إلى الفرار إلى الجبال المحيطة فيما يبدو وشرعوا في بدء مقاومة بأسلوب حرب الأصابات